تضاربت التصريحات حول افتتاح وحدة قسطرة القلب في مستشفى الزرقاء الحكومي بين مجلس المحافظة ووزارة الصحة فمن جهة يؤكد رئيس مجلس المحافظة الدكتور ماجد الخضري أن معاناة المرضى تتفاقم بسبب تأخر الجهات المعنية بافتتاح وحدة قسطرة القلب وقال إن مجلس المحافظة خصص مبلغ مليون دينار وحوله إلى وزارة الصحة من أجل شراء أجهزة خاصة لهذه الوحدة التي كان يتعين افتتاحها العام الماضي غير أن المشروع ما زال يراوح مكانه منذ ثلاثة أعوام وناشد الخضري وزارة الصحة بالإسراع بتنفيذ المشروع لافتا إلى أن الأجهزة المطلوبة وصلت إلى العقبة وبانتظار التخليص وفقا لرد الوزارة خلال اجتماع مع المدراء في وزارة الصحة أفادوا بأن الأجهزة قد وصلت وما زالت هذه الأجهزة بالعقبة بانتظار التخليص وهذا أيضا سيؤخر المشروع الذي كان من المتوقع أن يتم افتتاحه في عيد ميلاد جلالة الملك المعظم في ثلاثين واحد ولكن لا أعتقد أنه سيتم افتتاحه في الموعد المحدد بل سيتأخر ربما أسبيع وربما أشهر خصصنا عدد مبلغ مناسب لشراء معدات طبية لمستشفى الزرقاء الحكومي ومستشفى الأمير حمزة ولكن للأسف الشديد وزارة الصحة لم تقم بشراء هذه المعدات ومنها طاولة للعمليات وهذه طاولة خاصة ولكن للأسف الشديد لم يتم شراؤها وإنما يطلب شراؤها أيضا على موازنة ثلاثة وعشرين على الرغم من أن خصصنا لها سبعين ألف دينار على موازنة ثلاثة وعشرين موسيقى